اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم برمجة معاكم احمد عبد النبي وزاي ما اتفقنا اكون معاكم عشان نتعلم كل حاجة عن البرمجة في الحلقة اللي فاتت عملنا اول جزء من لعبة تفجير الصخور واللعبة دي واحدة من اكبر الالعاب اللي بتخلينا نتعلم منها حاجات كتيرة جدا وبنستفيد منها حاجات كتيرة تعلمنا ازاي نخلي الراكت بتاعنا يتحرك بشكل كده افقي وشكل كمان رأسي باستخدام الكيبورد بتاعتنا وتعلمنا ازاي نخليه يطلق كده الطلاقات بتاعته في اتجاه الراكت او اتجاه الصخور عشان يبدأ ان هو يفجرها بشكل معين وكتير مننا ممكن يكون يحس ان اللعبة دي مشابهة قوي للعبة ستار وورز او حرب الفضاء اللعبة دي واحدة من ضمن الالعاب هي حرب الفضاء او الستار وورز من اكتر الالعاب اللي بتخلي الواحد يتعلم منها كتير قوي وعلى سبيل المثال اللعبة دي في يوم من الايام كانت سبب كبير جدا في نقل معلومات كتير لكل المبرمجين وفي تطوير اللعبة دي وكمان ان هي طورت حاجات كتيرة قوي بحيث ان بقت واحدة من اشهر الالعاب على مستوى العالم معنى كده ان انت كمبرمج ممكن تصمم لعبة في يوم من الايام وتبدأ الناس تلعبها وتستخدمها وتبقى واحد من ضمن اشهر المبرمجين على مستوى العالم بس اول حاجة لازم تتعلمها ان انت تبني نفسك صح وتتعلم صح دايما الوصول لأقصى حاجة او النجاح الكبير ان انت توصل لحاجة كده مميزة ما بيبدأش من اولها ولكن لازم تمشي بخطوات واضحة وصريحة تعالوا نكمل مع بعض اللعبة بتاعتنا عشان نستفيد اكتر واتمنى ان انتوا تكون جربتوا اللي احنا عملناه عشان نطبق كل ده بشكل عملي تعالوا نشوف هنكمل اللعبة بتاعتنا ازاي ونطبق ده ازاي من خلال سكراتش جاهزين؟ يلا بينا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على لعبة تفجير الصخور واللي استخدمنا فيها اكتر من سبرايت او كائنات مختلفة استخدمنا الروكتشيب اللي هي السفينة الفضاء اللي هي الاساسية في اللعبة بتاعتنا واستخدمنا الروك او السخور واستخدمنا البوتن وكان الهدف الاساسي ان احنا نخلي البوتن ده يطلع في شكل الطلقات اللي بتروح في اتجاه السخور عشان تبدأ تفجر السخور دي وكان عندنا مفروض في اللعبة متغيرين ان احنا نحط السكور ونحط كمان سبيد عرفنا ان احنا ازاي نبرمج السفينة الفضاء بتاعتنا وازاي نخليها تتحرك باستخدام الكيبورد الخاصة بتاعتنا وعرفنا كمان ان احنا ازاي نخلي السبرايت اللي هو البوتن يبدأ انه هو يتحرك مع ضغطة السبرايت بتاعتنا في الكيبورد وعرفنا دايما واحنا بنعمل اي قصة او لعبة لازم نستخدم ثلاث حاجات اساسية اول حاجة وهي الديزاين لازم نختار السبرايتس والباكدروب المناسبة لو احنا بنستخدم سكراتش او لو بنستخدم اي لغة برمجة تانية لازم نعمل ديزاين للابليكيشن سواء كانت لعبة او قصة او اي حاجة بنعملها لازم نختار الديزاين المناسب تاني حاجة لازم نحط استراتيجية اللي هي الخطوات اللي همشي عليها عشان اطلع الناتج بتاعي في الاخر او الاوتبوت اللي مفروض يطلع من البرمجة بتاعتي تالت حاجة وهي الكود الكود ده هو اللي بيوظف كل اللي احنا قلناه ده عشان يطلع لي شكل اللعبة او القصة بتاعتي في الاخر تعالوا نفكر مع بعض اللعبة بتاعتنا كانت تشتغل ازاي لما كنت بشغل اللعبة بتاعتي مفروض اني بستخدم الكيبورد عشان ابدأ الكيبورد بستخدم منها ثلاث اماكن مختلفة اللي هو الاب ارو اللي هو اللي بيخلي الروكيت شاب بتاعتي تطلع لفوق والداون ارو اللي هو السهم اللي تحت بيخلي السفينة بتاعتي تنزل لتحت والسبيس بتخلي البوتون يطلع في الحلقة اللي فاتت عملنا الكود الخاص بالسفينة الفضاء بتاعتنا والكود الخاص بالبوتون فضلنا الكود الخاص بالروكيت اللي يخلي لما يحصل مثلا السخرة بتاعتنا تلمس سفينة الفضاء تبدأ يحصل مثلا جيم اوفر او لما اللي سكور يبدأ يتغير يقول لي يو ويند وكمان هنحط فيه متغير اسمه سبيد يخليلي اللعبة اسرع بحيث يبقى فيه تحدي اكتر وحماس اكتر في اللعبة تعالوا نشوف هنعمل ده مع بعض ازاي افتحوا الكمبيوترز والمبولاة بتاعتكم وخليكم جاهزين معنا عشان نكمل اللعبة بتاعتنا يلا بينا زي ما عرفنا الحلقة اللي فاتت احنا عملنا الكود الخاص بسفينة الفضاء بتاعتنا والكود الخاص بالبوتون تعالوا كده سريعا نفتكر احنا عملنا ايه في الروكيتشاب احنا خلينا الروكيتشاب بتاعتنا تتحرك مع حركة الاسهم اللي موجودة في الكيبورد والنهاية تتحرك لو طلعت لفوق تتحرك بقيمة عشر درجات في الواي ولو نزلت لتاح تتحرك بقيمة سالب عشر درجات في الواي البوتون بتاعنا خليناه يتحرك مع حركة الاسبايس اللي موجودة في الكيبورد وكمان يطلع صوت ولما دوس على الاسبايس دي يبدأ يعمل نسخ كتير من نفسه ويبدأ البداية بتاعته من عند الروكيت بحيث يروح في اتجاه الروكس او الصخور ولو لمس الاج لو لمس اخر الستيج بتاعتي او الشكل بتاع اللعبة بتاعي يبدأ ان هو يمسح النسخة دي النهاردة مفروض ان احنا نبرمج لصخرة بتاعتنا بحيث ان هي تبدأ تتحرك في اتجاه معين في اتجاه سفينة الفضاء ولو لمست البوتون بتاعنا او الطلقات بتاعتنا تبدأ ان هي تتمسح ولو ما لمستهاش ولمست الاج اللي في اتجاه التاني تبدأ ان هي تتمسح في بعض المتغيرات اللي محتاج اضفها عشان اللعبة بتاعتي يكون لها شكل او طابع معين ايه هي المتغيرات دي؟ اول حاجة محتاج اني اضيف سكور اقول ان انا عندي فيه سكور لما مثلا اخلي صخرة تتفجر او اموت صخرة باستخدام سفينة الفضاء يبدأ اللي سكور معايا اتغير وفي نفس الوقت عايز كل ما اجي ابدأ اللعبة بتاعتي سرعة اللعبة ذات نفسها تزيد او كل ما اجيب سكور معين السرعة بتاعتي تزيد بحيث ان يبقى فيه حماس اكتر واللعبة بتاعتي يكون لها ايه تحدي كده ان انا عايز اكسب تعالوا نشوف هنعمل ده مع بعض ازاي؟ اول حاجة عايزين نعملها نشوف احنا محتاجين نعمل ايه بالصخرة دي اول حاجة محتاج في بداية اللعبة بتاعتي اكون مش شايفها وتبدأ تكون نسخ من نفسها طيب النسخ دي محتاجها تبدأ منين ولا يكون محتاجها تبدأ من الاتجاه التاني لسفينة الفضاء وتبدأ تتحرك في اتجاه السفينة طيب تعالوا واحدة واحدة اول حاجة محتاج لما اجي ابدأ اللعبة يعني اروح لـ واختار وكبر محتاج يحصل ايه؟ مش عايز اشوف الصخرة بتاعتي فمش عايز اشوف يعني ايه؟ يعني هايد اروح اجيبها منين من لكس برافو عليكم واجيب هايد طيب بعد كده محتاج قبل ما اعمل الخطوة دي او قبل ما اكمل لازم احط المتغير بتاعي المتغير اللي هو احنا عندنا متغيرين واحد اللي سكور وتاني حاجة الاسبيد واحنا عارفنا ازاي نضيف متغير اجيبه منين؟ من فاريبلز برافو عليكم متغيرات واجيب ميك افاريبل هسمي اول واحد سكور وهعمل واحد كمان وسميه سبيد تمام محتاج في بداية اللعب بتاعتي اللي سكور بتاعي يكون دايما بزيره فهروح اجيب ست ميك افاريبل اللي هو السكور يتحركوا مع بعض بشكل عشوائي في اتجاه سفينة الفضاء ترجمة الجملة بتاعتي محتاج اربعة يتكرروا يعني محتاج اربع نسخ ويتحركوا في اتجاه الروكت تعالوا نترجم الجملة دي واحدة واحدة عن طريق البرمجة محتاج اكرر اربع مرات يعني ايه؟ ربيت ولا فوريفر فوريفر يعني الى مالة نهاية يعني هيعمل اشكال كتير جدا لابدها محتاج اكرر اربع مرات يعني هروح لإفنس رابع عليكم واجيب ايه؟ كنترول وهجيب ربيت اخليها اربعة طيب ايه اللي هعمله اربع مرات؟ هعمل نسخ يبقى هروح هجيب جميل جدا جدا تمام لو جيت دوست هلاقيه هو فعلا مختفي وهو عمل اربع نسخ بس انا مشايفهم لان انا عامل هايد طيب محتاج اعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان لو هعمل كلون هعمل نسخة يبقى لازم لازم اجيب البلوك اللي هو when i started as a clone لما يكون كلون اعمل ايه؟ عايزة شو فهروح اجيب من لكس هجيب شو لو جيت جرب هو عمل بس وراء بعضها لو احنا شايفين كده هو عمل الاربع هم بس وراء بعض انا محتاج ان انا افرقهم بقى عن بعض شوية طيب هعمل ده ازاي؟ محتاج اقول للروكس دي عايزة هتبدأ في بداية معينة ايه هي البداية المعينة؟ عايزة تبدأ من عند الاج التانية في الجزء ده الجزء الاج بحيس انها تبدأ تخرج في اماكن مختلفة كل النقط اللي موجودة في الاج دي انا محتاج اعرف في الاكس وي بتاعتها فبالتالي لازم اقول للروكس دي تروح لمكان عشوائي طيب مكان العشوائي ده الاكس بتاعته معروفة بس الاكس بتاعته مش معروفة انا عايزها تتحرج بشكل رأسي يعني عايز مثلا اه لو انا هشار عايز مثلا احط واحدة هنا واحدة هنا واحدة مثلا هنا واحدة هنا طيب اعمل ده ازاي؟ هروح لموشن وهقول جو تو اكس واي بس واي هنا بالنسبة لي عاوز ان هي تكون متغير لو انا مثلا هحط الاكس بتاعتي بمية وستين الواي دي محتاج ان هي تكون حاجة متغيرة بمعنى عاوزها مثلا تكون من اول محور واي فوق لحد محور واي تحت وليكن مثلا مية وعشرين فوق وتحت سالب مية وعشرين محتاج اتاخد اللاين ده كله بحيث ان هي تظهر من الجزء ده فبالتالي هروح لأوبريتور واجيب بك راندم نمبر يعني هاختار رقم عشوائي من رقم مثلا واحد لعشر طب انا عايزها من كام لكام ولكن عايزها من مية وعشرين لسالب مية وعشرين طيب ترجمة الكلام ده ازاي احنا ممكن نكون ايه تلغبطنا شوية لا انا دلوقتي هبدأ في نقطة اكس انا عارفها ولكن الواي بتاعتي بتتغير من رقم موجب لرقم ساب يعني بداية فوق واللي يكون موجب مية وعشرين وتحت سالب مية وعشرين لو انا جيت جرب هلاقيها فعلا ظهرت بالرقم ده يعني هي تغيرت بدأت عند اكس برقم معين ولكن اماكنها مختلفة هو بياخد بقى الاماكن المختلفة دي بناء على ايه راندم بشكل عشوائي هو اللي بيبرمج يعني لو جيت شغلت تاني هلاقيها ظهرت في اماكن مختلفة تماما ليه اماكن عشوائية راندم نمبر تماما جميل جدا طيب محتاج اعمل ايه بعد كده محتاج ان اخليها تتحرك في اتجاه السفينة الفضاء ولكن هتتحرك بقيمة ايه محتاج الاول اخلي الاسبيت بتاعتي تبدأ يبقى فيها ارقام متغيرة وبعد كده اخلي السخور تتحرك بالاسبيت دي احنا الاول كنا بنعمل ايه لو انا عايز احرك اي سبريت كنت بغير اعمل مثلا او سيت اكس تو او اي حاجة طيب هنا بقى حاجة مختلفة وحاجة احنا جديدة بنتعلمها ايه هي ان لما اخلي سبريت يتحرك بشكل معين هخلي متغير الحركة بتاعته معتمدة على متغير يعني ايه يعني وليكن هخلي السبيت دي وليكن من 5 ل10 ولما اقول صخرة تتحرك بسر الاكس بتاعتها تتغير بقيمة السرعة اللي هي من 5 ل10 فكده تتحرك من 5 ل10 كأنني قلتلها بالزبط هتتحرك من 5 ل10 طيب هتتحرك بناءا على ايه براحتي راندم لي اللعبة هي اللي هتختار فاروح هخلي عايزة خلي الفريابل بتاعي اللي هو الاسمه سبيت ده سيت سبيت برقم برضو متغير بكا راندم نومبر وليكن ممكن نخليها من سالب 2 مثلا لسالب 6 جميل جدا طيب محتاج اعمل ايه بعد كده محتاج اخلي حاجة معينة تبدأ تتكرر معايتم انا بلعب اللعبة ان تتحرك في اتجاه الـ x بسرعة الـ speed او بنفس قيمة الـ speed كفيه منها كده يعني انا مش هقول لها بطريقة مباشرة خلي الـ x تتغير بقيمة معينة لا انا هخلي الـ x تتغير بقيمة الـ speed هروح هجيب forever عشان تتحرك دايما بشكل متكرر وهنا في مشكلة forever هنا بالنسبة لي مش هتبقى كويسة لسبب ان هنا تتحرك هتبدل شغالها طول الوقت طيب انا عايز احط لها شرط عايز اشغل بعض البلوكس لفترة معينة اتفقنا ان فيه بلوكس مهم جدا اللي هو repeat until طيب انا عايز الصخور تتحرك لحد حاجة معينة لحد ايه لحد ما البطن بتاعي يلمس الـ rock دي طيب تعالوا الاول نخليها تتحرك في اتجاه الـ x هروح اعمل اعمل اتشنج اكس باي هنا بقى هخليها تن لا حانت فقط هحرك الـ x بـ الـ speed هروح لـ variables واجيب speed واتكرر ده لحد امتى تكرر ده لحد ما تلمس البطن بتاعي لو جيت جربت هلاقيها فعلا هلاقي انه كل ما اجا جرب الـ speed بتاعتي بيليها قيمة مختلفة وسرعة الصخور مختلفة بناء على السرعة سرعة الـ speed او قيمة الـ speed ذات نفسها طيب هنا لاحظت حاجة لاحظت ان هي لما بتوصل للـ H ما بتكررش نفسها بمعنى ان انا عايزها لما توصل هناك تتمسح وترجع تبني نفسها من الاول خلص وتتكرر نفسها في اتجاه الركض فاعمل ده ازاي محتاج اقول لها لو لو لمست الـ H تبدأ ان هي تروح لنفس المكان اللي في البداية طيب لو لمست البطن تختفي فانا كده عندي شرطين هروح اجيب F-condition من control واول حاجة خالص برضو لو لمست البطن لو لمست البطن اللي هو المفروض شكل الترقاط بتاعت يعمل ايه لمست يعني sensing مرافو عليكم لو لمست البطن تعمل ايه تتمسح تتمسح يعني دليت احنا اتفقنا مدام هستخدم كلون يبقى تلاتة بلوك مهم جدا 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 اللي هو create a clone of myself ولما كون كلون لما بقى نسخة من نفسي وامسح النسخة دي لما ألمس البطن أبدأ اننا أتمسح تعالوا نجرب كده ونشوف تمام جدا شغالة هي كويس ولكن ما بتتكررش هي خلاص راحة اختفت ما بتتكررش تمام محتاجين نعالج المشكلة دي محتاج أقول ان هي لو لمست تبدأ تكرر نفسها تاني طب لو لمست يبقى F هروح أجيب من control هجيب F ولمست بربع عليكم يعني sensing هروح لsensing touching مين touching ال edge تعمل ايه تكرر نفسها ترجع لنفس المكان القديم طب ايه المكان القديم ده اللي انا حطه في الاول اللي هو هي go to x كذا وال y random هروح أجيب نفس البلوك ده بالظبط ممكن أعمله duplicate كده هدوس عليه وعمله duplicate واخده تحت هحطه داخل F ورجع كل حاجة مكان تمام طيب هنا بقى عندي مشكلة أنا عندي هنا repeat until المس H وهنا عندي لو لمست H بقى أنا عندي مشكلة أنا مفروض أقرر الحاجات دي كلها طول ما الصخور ما لمستش الصخرة بتاعتي طيب لو لمست مفروض ان يظهر لي game over فبالتالي هنا الشرط بتاعي مش متحقق فمفروض أغيره أقول لو لمست مين مفروض لو لمست rocket ship هيفضل يكرر الحاجات اللي جوه دي لحد ما تلمس rocket ship طيب لو لمست rocket ship مفروض تظهر لي game over اللي احنا قلنا عندنا game over وعملنا لها تصميم وخافناها طيب تعالوا الأول نجرب الحتة دي ان هو هيكرر نفسه ولا لا تمام جدا هنا عندي مشكلة ما اكررتش نفسها واللسكور بتاعي ما بيزيتش وهنا وقفت ما اختفتش خالص ما كده انا عندي مشكلة محتاج اقول لو الركض دي لمست البطن هيشيل الكلون ده ويزود الـ score بواحد فيزود الـ score هروح الـ variable وهحط change score بواحد طيب بعد كده لو لمست الـ age لو لمست الـ age تروح تكرر نفسها من اول تاني تكرر نفسها تاني طيب مفروض بعد كده اخليها تبعت رسالة عايز الاشارة اللي تطلع من الكود ده تبعت اشارة للـ game over ان انا كده لمست فانا كده خسرت فبالتالي هنا هيجي حاجة مهمة جدا جدا وهي الـ broadcast او message اقدر اخلي اي سبرايت من الـ sprites بتاعتي تبعت رسالة لـ sprites تاني يعني ايه يعني انا دلوقتي عندي sprites اسمه rook الصخرة وعندي sprites تاني خلينا نشوفه اللي هو game over عايز الصخرة بتاعتي لو لمست سفينة الفضاء الصخرة تبعت رسالة لمين لgame over ان هي تعمل ايه ان هي تظهر تاني محتاج اخلي الصخرة لو لمست سفينة الفضاء بتاعتي تبعت رسالة للgame over ان هي تظهر طيب تبعت رسالة دي ازاي اخد نهاش قبل كده ومش عارف انها فدي الحاجة الجديدة لانا هتعلم ها هروح هعمل حاجة اسمها broadcast من events هعمل broadcast broadcast دي اللي هي message رسالة واقدر اصمم الرسالة دي هعمل الرسالة اسمها اسميها game over يعني لو عملت كل الكلام ده وخلاص خسرت انا بعد لو انا لمست rocket ship انا هطلع برا اللوب دي كلها وكرر دي اللي هي game over طيب لو عملت game over اروح لمين هروح للgame over بتاعتي اللي هي موجودة هنا دي طيب محتاج هتعمل ايه هقول هون i receive game over تعمل show من looks وتعمل مثلا صوت اللوز مثلا تعمل صوت اللوز وتوقف الجيم كلها فصوت يعني هروح sound هروح هجيب صوت you lose او lose هكتب في search lose هي يظهر معايا بالشكل ده تمام احتاج هنا اشغل الصوت بمجرد ما استقبل رسالة game over هروح لsound واختار play sound lose until done بعد كده مفروض اوقف كل الجيم فمعنى كده اوقف يعني stop هروح لcontrol وهجيب stop out طيب هنا فيه سؤال مهم بقى نسأله لنفسنا هي هنا فيه شو بس لكنها مش معمول لها اي hide فبالتالي لازم في بداية الجيم لما دوس على green flag لازم game over دي ما تبقاش موجودة فمعنى كده هروح ل events واختار لما دوس على green flag تعمل hide رابع عليكم هروح هروح هجيب hide وكده كله يبقى تمام وجر فيه عندي هنا مشكلة ان السخور ما قررتش نفسها فكده انا عندي فيه مشكلة ظهرت معي ايه هي المشكلة بقى لو انا رحت للكود الخاص ب lux او السخور وجيت بصيت هنا الاقي ان انا بقول لها لو لمست البطن اللي هو التلقاط هتغير السخور بتاعي الواحد وامسح النسخة بتاعت دي ولكن هو مرجعش لنفس المكان فبالتالي البلوك ده كده مشكلة بالنسبة لي طب محتاج اعمل ايه محتاج اقول له لو لمست البطن السخور يتغير ويرجع يكرر نفسه تاني بداية من اول نقطة طب اللي هي فين اول نقطة اللي هي اكس بمية وستين والواي مكان او رقم عشوائي من مية وعشرين لسالب مية وعشرين معنى كده ان انا محتاج اعمل دابلي كي التاني واحطه بإف كونديشن الخاصة بالبطن فكده تقريبا تكون كل حاجة جهزة معايا اني اجربها لو جيت جربت هلاقي فعلا اللعبة بتاعتي شغالة معايا وكل حاجة تمام اللعبة دي كانت من الالعاب الممتعة جدا فيها حاجات كتير او تعلمناها ازاي نعمل خلونز ازاي نحن نعمل برودكاست او نبعت ميسج من سبرايت لسبرايت تاني فكل حاجات دي تفاصيل كتير اوي لازم نتضرب عليها مرة واثنين وثلاثة عشان نعمل لعبة افضل واحسن ويطلعوا علينا نتيجة افضل وزي ما شفنا بنمشي على استراتيجية معينة عشان نوصل لأفضل نتيجة وبكده تكون خلصت حلقتنا اتمنى ان انتو تجربوا اللعبة دي وتعملوها مرة واثنين وثلاثة عشان تعملوها بشكل اكفر واتمنى ان انتو تكونوا ببسطتوا واستفدتوا اتمنى لكم التوفيق دايما واشوفكم على خير مع السلام اشتركوا في القناة